هل أنت أساساً لما كنت ملاكم مشهور ومدرب فيما بعد كنت مخطط لهذا المستقبل؟ والله هو أنا كان حلمي كان يعني ده هدف من زمان من وانا لسه في الإعدادة وبعدين ما نبنيش الحظ أن أنا أدخل المعهد يعني كنت بحب التمثيل وبحب المهنة دي وبحب الكرير ده حتى طريقتي في اللعب وأنا ملاكم كنت حس أنها فنية قوي كده كنت لها ستايل كده ولبسي وشكلي سينمائي يعني كنت مميل للشغلانة وللمهنة دي ودي جات لي من هنا صغير قوي يعني من هنا تسع سنين عشر سنين كان زمان بيجيبوا في مراكز الشباب وفي الوحدات المحلية سينما أبيض وسود كده تعرض أفلام فكم مره يجيبوا فيلم فريد شوقي صاحب السعادة كان اسمه مع فؤاد المهندس طول العمر يطول العمر نتفرج عليه وأنا أحب أول فيلم أحب فريد شوقي والأكشن بتاعه أشوف واقس لماه من فيلم واقس لماه أنا تقريباً بنت حياتي كلها على هذا الفيلم إن أنا أبقى فايتر إن أنا ألعب ملاكمة بعد كده وأن أنا عندي 11 أو 12 سنة وإن أنا أبقى يعني أحب الفن وابقى في الحتة دي لأن شفت أحمد مصر هو بيختار فرسان قدام القلعة عشان يحاربوا مع مصر أنا كنت عايزة أروح أحارب معه وصدقت ده قوي وشفت نفسي جواه فحبيت إن أنا أبقى فايتر وحبيت إن أنا أبقى يعني جوا السينما وأنا كنت شايف إن دي حقيقة مش عارف إن في حاجة يعني فاكر إن دول ناس كده بجد أنا لازم أروح لازم أروح معاهم يعني بعد شوية بقى يعني لما يعني كبرت شوية عجبني البوكس وعجبني الفايت يعني أنت ابتديت حلمك الأول فنان عايز تبقى بطل عندي أحمد مظهر والحاجات دي بس ما كانش واضح أوي إنك عايز تبقى بطل رياضي عايز تبقى هير وخلاص عندي الطاقة دي وعندي الأنالجي بتاعت التركيبة الشخصية دي فحبيت الحكاية بس كان بقى حلم بعيد يعني اللي هو إيه ممكن يبقى حلم جوايا يعني أفكر فيه ما مسلتش وإنت صغير في حاجة ولا مرة كده في مركز شباب المعادي مع الكابتن هشام داهش والكابتن طهر وهبة كانوا عاملين فرقة فنون شعبية وفرقة مسرح مرة واحدة بس كده مسلت معهم يعني وبعدين يعني عجبني بقى البوكس وبقيت ملاكم وكان من أصحابي واحنا في أدادي كان في المدرسة الثانية بس كان من أصحابي يعني حسام الشربيني مساعد سامي عبدالعزيز وكان هم عايزين ندخلوا المعهد وأنا كنت عايزة أدخل معهم المعهد بس أنا بقى لما لعبت وبطولة وما جبتش في دخلت الصناع واتأخرت وعدت سنة فبقيت يعني عدت سنة تحسين مجموع وهم دخلوا سنوية عامة وبعد سنوية عامة حسام دخل المعهد وقصص كده حلوة حرفة يعني سبحان الله أنت أنت أخفقت في المجموعة الإعدادية بسبب البوكسنج؟ نعم اه فجيت بعد كده بقى يعني خلاص ما بقاش عندي ولا فئدية إلا البوكسنج كان فيه مرة زمان سنة ستة وتمانين كان فيه اختبارات مع مخرج أستاذ عبداللاتيف زكي في شارع رمسيس في مكتب أستاذ نور الشريف وكان أشرف فاق هو مساعد المخرج مع أستاذ عبداللاتيف زكي فيلموس مسرع الأحفاد أيوة كلام ده ستة رحت واختروني وكتت رفايا كده زي عمر مش كده وكان أستاذ سلاح السعداني وأستاذ نور الشريف اخترني وقال ده كويس قوي وعبلى في هواهل أدوارها وعبلى كامل وأنا كنت هلعب دور الملاكة من البطل اللي معهم وكت بقى فرحان قوي بس يعني طبعا نصيبي يعني من كنت ساعتها في المنتخب العسكري وسافرت رومانيا شهر ونص وبطولة وعملنا معسكر إعداد وفات عليها وقت التصوير